نذر أزمة شديدة بين أعمال شركة تزيزة العاملة في مجال استخراج الذهب إذ يقول العمال أن الشركة أخلت بالاتفاق السابق المبرم معهم والذي ينص على عدم متابعتهم أو معاقبتهم على الإضراب وأعبر العمال في بيان وزعه الجمعة عن عميق استيائهم من الضغوط التي تمارسها إدارة الشركة على العمال وممثليهم ذو السناف العمل وتمثلت الإجراءات العقابية من الشركة بما يلي توزيع واسع نطاق لطلبات الاستفسار كعقاب تديبين لا معنى له ولا مصوغ يقول العمال منع بعض مناديب العمال من مزاولة عملهم المعتاد دون إبداء أسباب وجهة وضع العمال تحت تصرف إدارة المصادر البشرية أعتقد البيان تصرفات إدارة الشركة مشيرا أنها لا تبشر بخير وقد تشكل تراجعا عن الاتفاق الذي تم توصل له بشق نفس بتاريخ 11 يونيو 2016 والذي يحور أي ملاحقات بسبب المشاركة في الإضراب وحمل بيان المنادي بذارة الشركة وحدها المسؤولية عن أي تدهور محتمل مؤكدين تطلعهم لإقامات شراكة اجتماعية مبنية على ثقة الاحترام المتبادل مشددين على استعدادهم للمساهمة بشكل البناء في احترام علاقات العمل وفقا للقانون اشتركوا في القناة